علامات تمدد الجلد يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص يتعانون منها ويمكن يبطل أن يكون لديهم ثقة بالنفس بسبب وجود هذه العلامات تحكي لنا بالبداية كيف تصير وما هو السبب لظهور هذه العلامات تمام، هذه هي تشققات أو تمددات الجلد بالإنجليزي بدي أحكي هو شيء كثير شائع كثير منواجهه إحنا بالجلد ممكن يصير بأي عمر من 5 إلى 50 سنة شائع أكثر عند السيدات أكثر من الرجال هلأ اللي بيصير أنه بصير في عنا زيادة سريعة ومفاجئة بالوزن هذا الإشي بيعمل تمدد سريع بالجلد هلأ إحنا عنا الجلد زي ما نعرفه طبقات طبقة الأدمة اللي تهيبط طبقة الثانية من الجلد في عنا فيها ألياف الكولجن والإلاستن هي المسؤولة عن مرونة الجلد لما يصير في عنا تمدد سريع هذه الطبقة والألياف الموجودة فيها رح يصير فيها زي تمزقات زي تفسخات فيها فبتتكون عنا هذه التشققات اللي بتكون عادة خطية سواء كانت طالعة بالطول أو بالعرض هلأ بالأول بالبداية بيكون لونها أحمر بتكون أحمر على أرجواني بيكون شوي طالعة عن سطح الجلد وبيكون عادة برافقها حكي مع الوقت هاد اللون بيختفي وبصير اللون أكتر على بياض أو لقلقي وبتكون زي نازلة فيها شوي يعني نازلة لجوة منظرها رنكلد يعني زي تجعيد يعني زي مجاعدة هلأ عادة السبب يعني أكتر إشلي وزيادة الوزن سواء كان سببه أن حدا نصح بسرعة مثلا بفترة المراهقة أو البيوبرتي بصير في عنا جروث سبيرتس يعني الشب أو البنت بطوله بسرعة أو بنصح بسرعة بصير في تغيير مفاجئ بالوزن وبرضه كتير إشي شائع طبعا زي ما بنعرف عند الستات الحوامل أكيد يعني مع الحمل بصير في عنا زيادة بالوزن خاصة آخر ثلاث شهور فبطلع عنا هذه التشققات على البطن بالإضافة أنه في عنا بعض التغيرات الهرمونية وخاصة زيادة في هرمون الكورتزون سواء كان سببه أن الشخص عم بيأخذ مثلا كورتزون أوريلي عن طريق الفم لسبب صحي مثلا أو أنه عم بيدهنوا كورتزون على جسمهم لسبب معين بالإضافة أنه في عنا بعض أمراض زي مثلا الأمراض اللي نحكي المناء الوراثية زي السندرومات زي المارفن سندروم برضو هدولة بيصير في عنا بسببهم تشققات هلأ ما كانت تشققات برضو بيختلف مثلا عند السيدات الحوامل أكيد أكتر منطقة شائعة يطلع البطن لكن برضو ممكن يطلع الأرداف ممكن يطلع للصدر البنات بفترة المراهقة أو البلوغ بطلع عندهم أكتر إشياء على الأفخاد الأرداف برضو على الصدر والشباب برضو ممكن يطلع لهم على الأذراع من فوق على منطقة الظهر من وراء وبرضو في ناس مثلا الشباب اللي بصيروا يلعبوا كتير بالجيم ويعملوا يبنوا عضلات ممكن هدولة لأنه عم بصير في عندهم زيادة بكتلة العضلات بالجسم بصير في عندهم تشققات خاصة بالبايسبس والترايسبس وهي الأماكن نعم هلأ هو في أنواع للأنواع التشققات ويمكن حتى في السهل أنه يروح أو يمكن مع المدة الزمنية بيكون الموضوع أكثر صعوبة تحكي لنا عن هاي الأنواع هلأ إحنا نحكي مش أنه أنواع عد ما أنه هي مراحل يعني بالأول منحكي بتكون لونها أحمر بتكون بارزة شوي وبتكون علاجها أسهل بهذه المرحلة أنا مع الوقت بتترك عندنا اللون الأبيض أو هاي الحفر النازلة هذه صراحة صعب علاجها ومنقدر نقول حتى 100% ما بتروح يعني بتحسن بس صعب أنها تروح 100% صعب أنها تروح فالأفضل نعالجها عبكير وهي بمرحلة لسه الأحمر بيكون علاجها أسهل فهي كلما كانت خلينا نحكي لونها أغمى أقرب للأحمر بيكون هي سهل إنه إزالتها كيف بتم إزالتها وهل المرضى إذا ما نعتبر إنه هذا مرض أو يعني اللي بعانوا من هاي المشكلة هل هم يبحاجر أنهم يكونوا موجودين عند طبيب جلدية حتى يساعدهم بهذا الموضوع ولا في وصفات ممكن يستعملوها هلأ إحنا دائما بنحكي مثلا أنه زي إنه نبلش بالوقاية يعني مثلا ما في داع الواحد يزيد وزنه بسرعة الستات الحوامل مثلا كلهم بعرف أغلبهم صاروا يعرفوا إنه لازم يعملوا ترتيب لبطنهم يستخدموا الأويلز فدائما نحكي إنه نبلش بمرحلة الترتيب بالأول عشان ما نوصل مرحلة يصير صعب علاجهم هلأ لما يصيروا على أحمر في عنا بعض الكريمات تحتابع على مادة تيتانوين اللي هي مشتقات الفيتامين إي نستعد أن نستخدمها بالبيت راح تساعد منه تأشر الجلد وتخفف من هذه التشققات بس حاب أنه يحتبوا أن هذه المادة ما بصير أبدا تستخدمها الستة الحامل لأنه ممكن نعملها بعد الولادة بعد الولادة بالضبط برضو إحنا ممكن نعمل بعض أنواع التقشيرات اللي بيكون فيها موجودة مرات بوصفات الصيدلية بيستخدمها المريض بالبيت بالإضافة للترتيب هلأ بمرحلة معينة ببطل بفيت هذا الحكي ولازم نتوجهها لطبيب الجلدية ممكن لما تكون لونها لست أحمر نعمل تقشير كيميائي بالعيادة ممكن نستخدم هو أحسن إيش نستخدم ليزر اللي هو الاسمه بلس داي ليزر بي دي أل ليزر خاصة لما تكون بهذه البداية لأنه رح يعالج هذا اللون الأحمر والشوعيرات دموية اللي بتكون بتسبب موجودة بهذه التشققات الحمرة هلأ بعد إلا ما تصير بيضة في عنا أكتر من علاج ممكن نستخدم إحنا كطباء جلدية بالعيادة من أحسن الأشياء الليزر خاصة الفراكشن الليزر فراكشنل سي أو تو ليزر لأنه رح يحفز الكولوجين وإلاستين ويرجع يبني الجلد ويحسز نهاية التشققات نعم برضو ممكن نعمل جلسات المايكرو نيدلينج سواء كانت مع ريديو فريكنسي أو ذات ريديو فريكنسي في عنا برضو نعمل أنواع الحقن أنواع الميزوثيرابي اللي بتساعد إنها تخفف من هاي التشققات وبعض أنواع الإنزيمات اللي تحتوي على مواد زي مواد الكولاجينيز كلها رح تساعد إنه الجلد يرجع يبني حاله ونخفف من هاي التشققات الموجودة طبعا العلاج بده عدة جلسات على فترات طويلة يعني هذا الاشي التشققات أخدت وقت لابنت فما رح يكون علاجها بيوم وليلة يعني ودايما نحكي للمرضى إنه بده صبر وما رح يتحسن مئة بالمية يعني هو رح يخفه كتير يتحسن من خمسين لسبعين بالمية بس مستحيل إنه يختفي مية بالمية ويمكن هاي نقطة كتير مهمة اللي عم تحكي عنها دكتورة بإنه ما في إشي بيروح بيوم وليلة خاصة هاي الأمور دائما اللي بحاجة لإنه تاخد وقت أكتر حتى تساعدنا إنه نحصل على أفضل نتيجة يمكن الناس ما بيكون في عندهم هذا الصبر يمكن عقد ما بيكونوا بيضايقين من هاي العلامات أو غيرها كمان من الأمور الأخرى بيكون بدهم النتيجة بسرعة بأسرع حل ولكن ما فيه علاج سحري دائما بالجلد نحكي بأمراض الجلدية ما فيه إشي سحري كله بده مواضبة بده متابعة مع الطبيب وبده نلتزم بالعلاجات يعني ما فيه إشي خاصة بأمراض الجلد جد إنه سحر إنه يروح من جلسة واحدة أو من كريم واحد نعم إذن شكراً لو وجودك معنا دكتورة هدي للقضاء وحضرتك أخصائية أمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر أهلاً وسهلاً بحضرتك ترجمة نانسي قنقر